السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب النهاردة ان شاء الله وصفة جديدة وصفتنا النهاردة هنعمل مع بعض حاجة حلو وسهلة وسريعة من كوباية دقيق معلقة شاي زي ما انت شايفة كده وهتطلع معاك طعمها لازيز جدا ومكوناتها كلها موجودة في البيت فعلا حاجة كي اختراع بس طعمها لازيز جدا جدا يلا بينا نصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام قول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده مع بعض ونشوف اول حاجة معانا ايه اول حاجة طبعا حطيت معلقة شاي في الكوباية وبعد كده ضفت عليها مياه مغلية وقلبتها كويس جدا وبعد كده تعاني نشوف الخطوة الثانية هنعمل ايه هنا جبت الطبق حطيت فيه كوباية وربع من الدقيق طبعا اديه كم منخول وكمان هضيف عليه نصف كوباية السكر خلي المعير بتاعك واحد يعني نفس الكوباية اللي عيرنا بيها الشاي هي لنعير بها الدقيق هي لنعير بها السكر وقلبت كويس جدا وبعد كده هضيف معلقتين مربة مش مش او اي نوع مربة انت حباية بالمعلقة الكبيرة زي ما انت شايفة كده وبعد كده كمان هضيف عليها كيس فليليا او فليليا سيلة الموجودة عندك وبعد كده ضفت عليها كوباية الشاي بس بدون تفل يعني حطيت المياه بتاعتها بس بدون تفل وهبدأ بقلبها بالشكل ده كويس جدا لغاية القوام بتاعنا ما يبقى كريمي كده بالشكل ده هبدأ بقضيف عليها معلقة صغيرة مليانة بكنسودا تمام وكمان هضيف عليها معلقة خل بنفس المعلقة برضو معلقة الصغيرة وهقلبها كويس جدا كده وهنا بقى هضيف عليها ربع كوباية زيت تمام ونقلب برضو كويس جدا كده عشان الخليط كله يختلط مع بعضه تمام وزي الفل كده خلاص زي ما انت شايفة كده كوام زي الفل هنا بقى جبت قالب او صنية الموجودة عندك دهنته بالزيت وبعد كده بدأت بقى ابطانه بالدقيه عشان خاطر لما حط الخليط بتاعنا فيه ما يلزقشي تمام هجيب بقى الخليط وابدأ احطه كده على شكل دايرة كده عشان يبقى متوزع معي كويس تمام بعد كده طبعا شغلت الفرن بتاعي على 180 وشغلت الشعلة بتاعتي لتحت بس في الفرن وكمان شغلت المروحة هحطها بقى في الرف الوسطاني وهسيبها لمدة ربع ساعة بس مش اكتر من كده تمام وبعد ربع ساعة نشوفها كده مع بعض طبعا طلعت الكيكة زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله شكلها جميل وطعمها طحفة بص باو حطيت الخلة فيها كده ما شاء الله قبل ما طلعها في الفرن حطيت الخلة فيها كده واختبرتها لقيتها ما شاء الله ما بتطلعش معي عاجين خالص شايفة ما شاء الله طرية ازاي وبتطلع معي من الآلة بكل سهولة شكرا شكرا شكرا